اكد السيد عادل من عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي أن مبادرات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه جعلت من البحرين نموذجا رائدا في التسامح واحترام التنوع الديني والثقافي والعرقي وواحة للتفاهم والتعايش السلمي بين الأديان والثقافات والحضارات كأسلوب حياة ونهج يتوافق مع الدستور وميثاق العمل الوطني والتزام المملكة بتعاهداتها الحقوقية بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية واستراتيجية الأمم المتحدة وخطة عملها بشأن خطاب الكراهية وعرب العسومي بمناسبة الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة ويحتفي به العالم في الثامن عشر من يونيو من كل عام عن اعتزازه بالنهج الحكيم لجلالة الملك المعظم أيده الله الذي عزز من مكانة مملكة البحرين إقليميا ودوليا في مكافحة خطاب الكراهية بكافة أشكاله وصوره ترجمة نانسي قنقر